السلام عليكم ورحمة الله معكم دكتور محمد كيالي طبعا اليوم راح نتابع المرحلة التالية من المتيرة المالتنا بعد ما سوينا بالمحاضلة السابقة ضمن المعايير والستاندرد والمقايير المقاييس المطلوبة هلا راح نعمل الخطوة التالية وهي خطوة جدا جدا مهمة هو هي عمل Maxillomandibular Relationships Vertical Dimension of Centering Occluding Relations معناته الحكي Maxillomandibular Relationship العلاقة بين الفك السفلي والعلوي وتحديد Vertical Dimension البعد العمودي of Centering Occluding Relations للاطباق المركزي يعني بمعنى آخر اليوم اللكتور مالتنا على تحديد البعد العمودي والعلاقة أو ما يعرف بالعامية العضة للبيشينت للمريض جوريليشن ريكولت طبعا Determination of Vertical Dimension of Centering Occluding Relations تحديد البعد العمودي للاطباق المركزي لأي بيشينت كيف بيصير؟ طبعا أول شي بداية فيه Terminology واختصارات لازم ضروري نحفظهم فمن نشوف مصطلح OVD أو VOD معناته Occlusion Vertical Dimension شو معناته Occlusion Vertical Dimension معناته البعد العمودي الاطباقي Occlusion الاطباقي vertical عمودي dimension بعد الاختصار مالته هو OVD أو ممكن نشوفه VOD شو الـ Definition مالته The Distance between Maxilla Mandible Winderties أو Waxtremes Contact Incentering Occlusion هذا طبعا التعريف أو الـ Definition جدا جدا مهم ممكن يجينا شو الـ Definition مال OVD أو VOD شو معناته الحكي؟ هو المسافة ما بين الفك العلوي والفك السفلي عندما When teeth في حالة Partial لما يكون عنده أسنان هون نحن بأنه complete tincture نعوض عليها بالـ Occlusion اللي نحن من وظائفهم بعدين نسوي Arrangement of the artificial teeth أو رصف على أسنان When teeth all wax rams Contact In contact شايفين الـ wax rams In contact Incentering Occlusion في إطباق مركزي يعني المسافة ما بين الفك السفلي والعلوي عندما يكون المريض أو يعني سادد على الـ Occlusion أو الارتفاعات الشمعية هاي هي المسافة من هنا من الزقن إلى الأنف زروة الأنف بالعادة بتكون أو هنا هاي المسافة هي الـ VOD أو OVD إذا The distance between Maxi mandible when teeth or wax rams in contact أوكي مفهومة هاي في عنا terminology تاني أو definition تاني لغير vertical dimension نحن في عنا vertical dimension الأكلوجل منه الإطباقي وفي عنا الرست هادول هادول التو terminology التو definition ضروري نفهمن خاطر نعرف نحن ناخد centric relationship إذا vertical dimension of rest هلا أخذنا نحن الإكلوجة vertical dimension هلا vertical dimension of rest The postural relation of the mandible to the maxilla when the patient is resting comfortably in an upright position and the condyles are in neutral and strained position in the glenoid fossa طبعا شو معناته هادا الحكي معناته هو الوضعية The postural relation اللي بكون فيه العلاقة ما بين الفك السفلي وما بين الفك العلوي between the mandible and the maxilla when the patient is in rest مرتاح comfortable بشكل مريح هنا when the patient or the teeth or the waxes in contact يعني ما رو يكون سادد من إيس المسافة لا هنا الpatient مرتاح in resting position يعني upright قاعد بشكل upright بشكل ظهره مستقيم position طبعا هاي الأخير هي زيادة خلينا نقول تفصيلية وايضا بتكون الكونديلز يعني اللقم الفكية هاي أكتر شي يعني خلينا نتخص الطبيب بس نحنا لازم نذكره عندما تكون اللقم بالفك بالفك neutral unstrained بشكل محايد و unstrained معناته يعني غير مجدودة position انزا glenoid فوسا بالحفرة الصدغية هذا الحكي هاي الشرح الزايد ما غير مطالبين فيه نحنا مهمنا نعرف انه وضعية ما بين الماندبل والماكزيلا وانزا patient من الرست عندما يكون patient في وضعية راحة و upright بشكل مستقيم اذا هنا الواكس ريمز in contact in contact هنا لقى patient resting مرتاح اوكي صار عنا ال VDR هاي الاختصار مالتا VDR هناك OVD هلا في عنا هم psychological rest position PRP عفوا physiological rest position معناها نحنا كيف منعرف المريض بانه physiologically بشكل ظاهري هذا الرست position لانه نحنا لحتى نعمل VDR لازم يكون المريض الرست راحت At rest lip بتكون barely touching يعني دوب ها الشفاه متصلة يعني بها فراغ هي كلش بسيط يعني انت تتخيل نفسك بوضعية راحة بتشوف الشفاه مالتاك يعني بالقوة barely touched يجب ان تتأكد ان تتأكد انه بعد ما تتأكد انه بعد ما تتأكد في فم المريض انه هذا بوضية راحة بتشوف الشفاه من بره بيرلي تاتشينك وانترا اولى اللي بداخل الفم الاكلوجر الريمز بيهم مسافة الانترا الاكلوجر الليس ديستنز او الاي دي ها هي المسافة هي المسافة ما بين الاطباقية ما بين الماكزيلا ريم والمانديل برا الريم ما بين الارتفاع الشامل العلوي والسفلي عندما يكون المريض في الريس بوزيشن هي بسمية الاي دي او الانترا اكلوجر الديستنز هيزا سبيس بتوين واكس ريمز اد سايكولوجيكال ريس بوزيشن بهذا السايكولوجيكال ريس بوزيشن اللي عنا احكي عنه عادة يوجولي متنينة بتو لتو فور ميليميتر اذا اعادة سريعة صار اخذنا تلاتة ديفينيشن تلاتة ترمينولوجي الاو في دي دي ديستنز بتوين ماكزيلا مانديبل لما الواكس ريمز ان كونتاكت ال VDR اي ريست كمان ديستنز بتوين ماكزيلا اند مانديبل وانتا بيج ان ريست حكينا نحسة فيزيولوجيكالي المريض لما بيكون بالريس بوزيشن بتكون الليبس بيلي تاتشينج والاكلوجر الريم انترا اولار بيها مسافة هاي المسافة اللي بيناتهن اسمه اي دي انتر اقلوجل ديستنز شو هي هاي ال اي دي هاي ال اي دي سبيس بتوين واكس ريم اتسايكول فيزيولوجيكال ريست اللي هو اللي او و violence ندخل شوي اه في اللي create shots لالوكولوجر ال دييفقي zestام اللي هو اللي اول واحد اخلناه كيف نحن؟ طبعا نحن كل هاي المصطلحات Literally نعمل clinical centric relationship أو ما يسمى العلاقة المركزية للمريض أو ما يسمى العضة على موت تاخد له العضة وندخل بالمرحلة اللي بعدها اللي هي arrangement of the artificial test أو رصف الأسنان طبعا بالمحاضرة نحن نقسم هاي المعلومات كلها على ثلاث محاضرات أو two lectures لان معلومات غزيرة ومهمة فحاليا بالlecture الأولى رح ناخد بس terminology خاطر من أجلك أنا VDO أو VDR تعرف شو هو ID تعرف شو هو يعني OVD شو هي بتكون occlusion rim in contact المريض سادد على occlusion rim patient VDR لا patient in rest position ID والله هي distance between occlusion rim اللي بيكون المريض في مالة VDR usually two to four millimeter على موت ندخل بالlecture التانية يكون كل شي مفهوم إذن measurement of occlusion vertical dimension متل ما حكينا كيف منطلع نحن هاي VDO عبيقلك VDR هي المسافة the distance متل ما أنا عنده بيكون المريض in comfortable resting comfortably بشكل يعني مور يستريح بوضعية مستقيمة بتكون distance between tip of the nose لل chin عندما يكون المريض lips barely touching ولو في صورة هنا ultra-aulary متل ما حكيناها بتكون هنا أكون مسافة المريض occlusion rim ما هم التصلات منا لهنا هذا اسمه VDR VDO هي هاي المسافة ناقص من عندها ID ID أو هنا رمزولة iOS هي inter occlusal space أو ID نفس الشي الـ ID inter occlusal distance ID iOS يعني نحن نحصل نحصل على VDO نعمل VDR من نقص من عنده هاي المسافة تتجوز من 2 إلى 4 مليمتر حسب كل patient من طول في 4 مليمتر منحصل على VDO إذا مختلفة تغيير تغيير كل يوم من طول في الوقت حسب الـ patient يعني إذا الـ VDR بالتبع للشين VDO هي VDR من عندها الـ I أو S أو الـ ID اللي هي 2 إلى 4 مليمتر ندخل شوي كلينيكالي كيف أن يعني نسوي هاد الـ VDR و VDO أول شي مثل ما أن الـ patient upright sitting comforter upright شايفين هنا إذا ما خليته يجد طريقة incline غلط لازم يكون upright بشكل ظهره مستقيم position unsupported by headrest headrest ما في داعي هو قاعد بشكل مستقيم ثاني مرحلة بنعمل small dots on the nose and the chin بتحط هنا dot small dots نقاط reference نقاط مرجعية خاطر نقاط VDR من tip to swallow and relax مثل ما أنه لازم يكون بوضعية ريلاكس comfortable بشان ناخد V vertical DR vertical dimension at rest VDR major بعد ما المريض قاعد بـ upright position حطينا dots نعمل measurement قياس من tip of the nose major resting vertical upper rim only in the mouse to provide lip support أثناء هاي العملية فقط حط click code paste التاج طبعا للإكلوجر فقط upper jaw ما في دا تحطها بالفك السوفلي بالماندبل نحن عمل ناخد VDR ما نحط فقط الصفيحة القاعدية مالتنا مالت الفك العلوي مالت المجزلة ما في دا نحط مالت الماندبل مشان ننأمن فقط دعم شفاوي lift support اذا هلا patient upright عملنا dots tip of the nose lull chin occlusion rim مالت المجزلة ب patient mouse بفم المريض حاليا use a tongue depressor to record the distance between the reflex هاي طبعا بترجع ممكن انت تعمل tongue depressor خافض لسان تقيس المسافة أو انا بالنسبة لي بستخدم الفرجار بقيس المسافة من tip of the nose لل chin هاي الشي بترجعكم بايشي ممكن مصطرة ايشي distance between the reference point when the patient جاء طبعا في بطع physiological rest vdr to be relatively constant after several reputation يعني هاي اخر شي لازم تعطيه قيمة بعد ما تعيده كذا مرة ثابته يعني مسلا اول مرة استلن distance between tip of the nose وثلتشن عطتك خلينا نقول 30 mm 30 mm بالمرة الثانية عطتك 25 لا اكو مشكلة معناها رجع المرة الثالتة لا عطتك 30 مرة الثالتة الرابعة عطتك 31 اذا عبتتراوح حولين 30 mm فانت بتعمل يعني عدة قياسات الرابعة الرابعة عدت إعادات لحتى تحصل على قيمة نوعا ما constant ثابته اكو هسا شوف هو مستخدم تبرسر انا برأيي الفرجار اسرع يعني نسوي المسافة منها للنا ماينس 2-3 مليمتر تلع معوه الفيديو هايزة لاحظتو المسافي من هايلي هنا فيدي ار كاتب عليها نقص من عنده ماينس 2-3 مليمتر تلع معوه الفيديو هاده هو المرحلة اللي بعدها معد ما قسنا نحن الفيدي ار واستنتجنا منه الفيدي ار تريم ذا لور ريم واذا هي تسباتيولا اور نايف لانتظر الهدف في التجربية في مكان المالي في مكان المالي اذا كانت بسيطة ارى 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 المالي ارى ارى المالي يتجد الى واكس الخطوة البعدها نحن هاي كل الخطوة حاطين فقط المجزلة اه ابر ريم فقط بالفك العلوي هلا حاليا بعد ما قسنا الفيدي ار والفيدي او وامورنا كلها تماه سجلناهم على الصفحة بنحط put the lower rim matel mandible و بنعمل بسباتيولا بواكس نايف خاطر يصير في contact to meet يعني يصير في عنا contact من المريض مطسين contact بكل النقاط عبيقلك اذا كان عندك مشلى شويف عمل بالسباتيولا او بالنايف حيثينج للمريض وحطى بفم البيشن وقالوا المريض سد من سد المريض اتصلوا من البوستيريال فعبيقلك تشك الاكريليك ريكورد بيس ارتشنك بوستيريال وقالوا المريض لازم تكون حتى بمنطقة الخلف متصلات المرحلة السابعة مجلسة بمطقة الخلف وستقبلوا المريض وستمتع للمريض المريض بعد معا رجعنا اعملنا يعني حطينا المريض المريض بالمريض بتأكدنا بانه في عنا اتصال بجميع الأعريات منرجع منتأكد من المقاصات اللي نحن عاملينه عبيقلك تأخذ لجاء عام تانج بلايد نفسه تانج بلايد نفسه رجع تأكد هنن بـ Family Patient Occlusion Rims تأكد�lie من مقاصتك نفسه، لو اختلفه ورجع أقصلي ال- VRD OR VDR OR OVD سؤالما ينأتي تأثير المقصية التي ت Democratic Dimension Occlusion بعد هذن بعد ما اذا حطينا الماندبل اكلوجان ريم وكانت ان كونتاكت بكل النقاط بنرجع منتأكد بنقول المريض خليك بوضعية راحة ريست من ايس بين الدوتس بنشوف نفس القيمة ولا لا تغير في عملنا خطأ بالريمس طبعا مثلا بنرجع منعيد ال VDR بيكون اكو مسافة اللي هي ال IOS 2-4 مليمتر والمريض والفيديو انتر اكلوجال كونتاكت بين التس او هون ما يمثل عنها الاكلوجال ريم هاي ضروري جدا 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 نفهم هاي المرحلة انو ان شاء الله بالكتر الجاي راح نكمل كيف نسجل الفيديو وهي الفيديو ننقله على الارتكوليتر والمراحل الكلينيكالي شو نسوي كيف نعمل ماركس الى اخرى بالنهاية تسكير ال VDR منس 2-4 مليمتر هاي نفس ال IOS او ال FWS هاي خلينا حفظ انحنا ID او IOS بتساوي ال VDO اذا vertical dimension at rest منس 2-4 مليمتر لازم يساوي vertical dimension occlusion او OVD تسكير ال VDR طبعا هاي بتكون نهاية محاضرتنا ان شاء الله تكونوا استواتوا المعلومات وبازن الله باللكتر الجاي هم راح نرجع نعيد هال السريع للتلمينولوجي اللي اخدناها ونكمل بال مراحلة السريع كيف انا بدي اعمل centric relationship للبيشينت ملتنا وليه اهم مرحلة قبل ما نبلش بالرصف الاسنان اعطيكم عافية وشكرا كتير لكم